النهاردة الرقابة الإدارية أعلنت عن ضربة مهمة جدا جدا وأنا سعيد الحقيقة بالنشاط اللي بتقوم به هيئة الرقابة الإدارية لأنه الحقيقة تقريبا كل يوم عندهم ضبطية أو خبطة أمنية أو مكافحة فساد أو ضبط فاسدين ومرتشين أو مهدرين للمال العام تقريبا بشكل يوم النهاردة الرقابة الإدارية استطاعت أنها تضبط أكتر من 22 متهم من أربع محافظات القاهرة والشرقية والدقاهلية والإسماعيلية بيعملوا هجرة غير شرعية بيتجروا في الأطفال من سن 3 سنين وفيما فوق وبيصفروهم بشكل غير شرعي إلى أوروبا عن طريق بقى تزوير أوراق ومحررات رسمية ونسبهم إلى بعض المصريين المقيمين في الخارج بشكل غير رسمي تم القبض عليهم وده في إطار الحملة اللي بتقوم بيها مصر بتوجيهات من الرئيس عفتاح سيسي لضبط مسألة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أبناء مصر من المتاجرة بهم شكرا وتحية لرجال الرقابة الإدارية